كوبا من الدول القليلة المحتلة للريادة علمياً في محاربة كورونا في نسخته الأخيرة قبل عامين كوفيد-19 بلقاحها الذي أعدته في مختبرتها البحثية وهي الجزيرة المحاصرة لستة عقود قصة النجاح المبهر هذا ولغز كوبا يعرضهما وثائقي إنجما في جزئه الأخير بالعودة إلى بداية الألفية التي أعقبت عشرية صعبة وجد الكوبيون فيها أنفسهم بلا سند ولا ظهير بعد تفكك الاتحاد السوفيتي كانت أعواما قاسية دفعت القيادة الكوبية إلى معركة الأفكار حيث ركزت داخليا على رفع مستوى التعليم وإعداد المعلمين مع زيادة فروع الكليات الجامعية وخارجيا كان خيارها بوليفاريا لشعوب القارة الأمريكية وبدءا من تلك اللحظة نشأت علاقة ستكون حاسمة في تأثيرها على عمليات كانت قد بدأت تتشكل فعليا لقد أتى زمن كانت فيه الثورة الكوبية العملية الوحيدة التي أقت الشعلة مشتعلة شعلة التحرر شعلة الفكر البوليفاري وإلى حد ما شعلة مشروع توحيد أمريكا اللاتينية كوبا كاسترو وفينزويلا تشافيس هما نواة منظمة ألبا القرية حيث جرت الانطلاقة لمشاريع تكاملية مع تبادل البعثات وإرسالها لمحو الأمية وبعد تخلي فيدل كاسترو عن منصبه أبقى نفسه جندي أفكار ولم تكت تمضي سنوات حتى ترأت تطورات على القطيعة مع واشنطن بغير تراجع عن المبادئ الثورية الراسخة حيث مدت أمريكا أوباما يدها لكوبا من بعد تحسينها حياة مواطنيها وثانيا بالتكامل البوليفاري وبين التأرجح في العلاقة مع الولايات المتحدة بين مد التقارب وجزر التباعد الكيدي من واشنطن كانت كوبا قد راكمت خبراتها في ظل الحصار الطويل الأمد فباتت من الدول القليلة التي لا تنتظر لقاح غيرها بل تبادر إلى الابتكار المبهر حتى والجارة اللدود تناصبها كل أصناف العداء